السلام عليكم اتنين ان من خلالها ظهرت الامة المصرية امة موحدة لا فرق بين مسلم ومسيحي ثلاثة ان هذه الصورة ساعة الاستقلال التام دون الاستعانة باي دولة اجنبية وهذه الصورة كانت بداية ظهور الدولة المدنية الحديثة اللي تقوم على الاساس السياسي وليس الاساس الديني طيب قبل صور 19 وضع مصر السياسي ايه ناحية الدولة العثمانية اولا مصر قبل الحرب العالمية الاولى وقبل صور 19 ومصر مكنتش التاسع للاستقلال عن تركيا ليه لانها بدودين بالولاء للسلطان العثماني وتعتبر ان احنا جزء من العالم الاسلامي وان الفكرة مش مطروحة اصلا لان الشعب المصري بيشعر ان هو جزء من العالم الاسلامي وان هو مش يجب ان هو يشكل قومية منفصلة عنه وكمان الشعب المصري بيودين بفكرة الجامعة الاسلامية واللي حبس كده عند المصريين هو مصطفى كامل يبقى نقدر نقول حقا الوطنية بكيانة مصطفى كامل كانت ايمة على التخلص من الاحتلال البريطاني دون الانفصال عن الدولة العثمانية مع امكانية الاستعانة بدولة اجنبية اللي هي كان ممكن استعانة في فرنسا والكلام ده كان بيقوده مين؟ مصطفى كامل ومحمد فريد ايه اللي حصل بعد كده؟ قامت الحرب العالمية الاولى فانجد ان مع قيام الحرب من 1911 حصل تغير في وضع نص السياسي لان انجلترا استغلت قيام الحرب ودخول تركيا ضد ضعف الحرب واحد انها السيادة العثمانية وفرد الحماية البيطانية اثنين عزل خديوة عباس حلمي وعيد عمه السلطان حسين كامل حسين كامل ده مات سنة 17 وجيبها داله اخوه احمد فائد قامت انجلترا بالاستبداد للشعب المصري من خلال تجنيد المصريين رغم عنهم مصدت النواشي والحبوب والاستلاع على الاقتران المصرية ورفع اصعاد الحبوب والمنسجات والمواصلات وكمان قامت بفرض الاحكام العرفية ومنع الاقاضي الجمعية التشرعين كل دي اجراءات عميتها انجلترا خلال الحرب العالمية هنا بقى بناجد ان في زروف هيأت الاشتعال صور 19 وهي نفس زروف اللي هيأت الى تطلع المصريين للاستقلال اول حاجة ان خلال الحرب تم اعلان الرئيس الامليكي ويلسون لما باد قوله 14 عمل خطاب لان امليكا دخل الحرب مع انجلترا وفرنسا ضد علمانيا والنمسا والمجر وتركيا الرئيس الامريكي اعمل ايه؟ في خطابه اعلن مجموعة من المبادئ عايز يجزب من خلالها شعوب العالم اللي وقعت تحت اي استعمار خارجي زي الدول اللي وقعت تحت حكم الدول العثمانية او المانيا بيقول لهم الشعوب اللي طابت معنا بيجزب او الشعوب بيجزبوا ايه؟ من يقف مع دول الوفاق اللي هو فرنسا وانجلترا وامريكا سيأخذ حق تقرير مصيره بعد نهاية الحرب وقال ان احنا تاني حاجة هنعملها هنعمل منظمة دولية تمنع قيام الحروب وتعتمد على حل المشكلات بالود بدل من استخدام القوة طيب المبدئين اللي قالهم دول الاستاذ ويلسون نتج عنهم ايه؟ ان المصريين تطلعوا الى ان هيردوا استقلالهم بعد نهاية الحرب لو ويفوا مع انجلترا في هذه الحرب ويمكن بنجد ان الفكرة بتاعة الحركة وطنية قامت في ذلك الوقت بتاعة ساعة زغلول اساسها ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ التقلص من احتلال الانجليزي نهائيا والتمتع بالاستقلال التام دون الاعتباط باي دولة اجنبية ايضا من العوامل اللي هيئت للتطلع الى الاستقلال عند المصريين هو هزيمة الدولة العثمانية وبالتالي سقطت فكرة الجامعة الاسلامية اللي كان المصريين بيتمسكوا بيها وظهرت بدلها فكرة الجامعة المصرية اي القومية المصرية بحيث يكون الولاء لحاكم مصري وليس حاكم ايه؟ عثماني هنا بقى المصريين بدأوا يتطلعوا ان يكون ولاءهم لحاكم مصري وليس الدولة العثمانية واللي دعال كده مين؟ اللي دعال كده هو ساعة زغلول عشان كده بنجد الحركة وطنية بكيات سعز غلول بتدعى إلى الاستقلال التام دون الارتباط بالدولة العثمانية السبب الرابع اللي هي المسيين التطلع الاستقلال وإلى قيامهم بالثورة هو عن عقاد مؤتمر الصلح في باريس العقاد مؤتمر الصلح من أجل إيجاد تسوية للحروب فهنا مجموعة من السياسيين برئاسة سعز غلول قرروا الذهاب إلى المندوب السامي البريطاني اللي هو بدل المعتمد المندوب السامي اللي اسمه وينجد وطلب منه إذهاب إلى لندن لأغز إذنها للإذهاب إلى باريس العقد يعني النمو المستقبل مصر على أعضاء المؤتمر طبعا المعتمد البريطاني اللي هو اسمه المندوب السامي وينجد رفض السماح لسعز غلول وزملائه بحاجة أنهم لا يمصرون مصر فحيصنع تعجب أن هناك ثلاثة أشخاص يتحدثون باسم الأمة المصرية طبعا نتيجة رفض وينجد سفر الثلاثة دول اللي هو مين سعز غلول وعليش عراوي وعبد العزيز فاهمي سعز غلول حد بيثبت أنه يمثل الأمة المصرية فعمل حاجة اسمها هيئة الوفد المصري وبدأ يطالب من المصريين بكتاب التوكيلات توكله للتحدث باسم باسم مصر طبعا انهارت التوكيلات على المصريين من كل القرى والمدن وكانت هذه التوكيلات دليلا على أن الشعب المصري يبايع سعد زغلول وزميله أو كده أصبح الوفد المصري هنا الوفد المصري أصبح وكيلا للأمة المصرية وبينجد أن يبقى ما نتائج حركة التوكيلات أدت إلى أن أصبح الوفد يمثل الأمة المصرية اثنين نتيجة حركة التوكيلات أدت إلى غضب إنجلترا لأن شعرت أن سعد زغلول كده بيمثل الأمة المصرية رغم العانها فمن هنا قامت إنجلترا بالقبض على سعد زغلول وزملائه وقامت بنفيه إلى جزيرة ملطة هنا بقى ده كان السبب المباشر لقيام صورة 1919 طيب عايزين نشوف صورة 1919 صورة شعبية شامل خلية أسلوبين أسلوب إيجابي في الأول ثم أسلوب سلبي الأسلوب الإيجابي تمثل في أنها شاركة فيها جميع عناصر الأمة المصرية أولا بنجد شاركة فيها مين؟ الطلبة والمثقفين والعمال والفلاحين وتقاونة اللجان السورية وهنجد أن الأهالي هجموا خطوط السكة الحديدية وهجموا مراكز البوليس وأيضا هجموا كل المصاري الحكومية التي فيها إنجليز توقفت الحياة تماما وهنجد أن بعض الصوار استولى الحكم زي ما حصل في جمهورية زفتة أيضا هنجد أن هناك كمان من ضمن ملامح هذه الثورة نجد تقاونة اللجان السورية كانت الثورة مثلا للوحدة الوطنية حيث رفع المتظاهرين خلال الثورة علم عليه الهلال مع الصليب وهنجد أن القصوصة يخطبوا في المساجد المصرية والشيوخ يخطبوا في الكناس المسيحية وهنا توحد الدم المصري المسلم مع المسيحي توحد دماء المسيحين في وحدة واحدة هذا يدل على الوحدة الوطنية يمكن يقول لك سؤال كانت صورة 19 من سالة الوحدة الوطنية هتتكلم عن المسلمين ومسيحيين أيضا اشراكت في هذه الصورة المرأة لأول مرة بعض السيدات وصل عددهم في بعض المظاهرات إلى 300 سيدة نقدر نقول أن الصورة كانت عنيفة فانجلتها استخدمت العنف لأنها مفدت الصورة لكثير من القرى والمضن قامت سنة انجلتها باستخدام العنف ضد الأهالي وضابط المناطق تجمع الصوار فهنا الصوار قرروا أنهم يغيروا سياستهم ولجأوا إلى سياسة السلبية أو السلمية وعملوا بقى إضراب عن العمل وعملوا أيه كمان منشورات وعملوا مقطعا لبضاعة الإنجليزية انجلترا أدركت أن الصورة لم تتوقف بغم استخدام العنف اللي استخدمته ضد الصورة وأن المصين غيروا أسلوبهم فعشان كده انجلترا قامت بعدة إجراءات بعد فشل سياست العنف ما هي إجراءات انجلترا بعد فشل سياست العنف قامت انجلترا بماتي واحد سمحت لساعد زغلول وزملائه بالسفر إلى باريس لعرض المطالبهم على مؤتمر الصلح اثنين نجد أن انجلترا أغلقت طريق أمام الوفد حيث حصلت على اعتراف الدول المؤتمر بالحماية بيطالية على بس بحيث أن مساعد زغلول وحي المؤتمر يلاقي أن الدول كلها موافعة على حماية كمان هنجد من ضمن الحاجات اللي عملها يعني الانجليز عملوها من أجل التصدي لساعد زغلول لهم أرسلوا من وراء ضهر ساعد زغلول لجنة ميرنر بالحصول على اعتراف من الشعب المصري بالحماية بريطانية على مصر وبكده يبقى الوفد ده ليس له أي صفة رسمية لأن كده الشعب المصري وافق على الحماية بريطانية وكده يبقى انجلتراف تحمل زي تفرقة ما بين المصريين وحزب الوفد طبعا انتهى الامر بين ساعد زغلول بعد ما تم الإفتاج عنه فعلا راح إلى باريس لعقد المؤتمر ففوجق ساعد زغلول بيبقى فوجق بأن أعضاء المؤتمر قد وافقوا على حماية بريطانية على مصر وأن هم رفضوا مطالب مين؟ مطالب مصر في الاستقلال طيب نتيجة لذلك ايه اللي حصل؟ هنجد أن فشل مهمة الوفد في باريس أولا وكده المهمة الوفد فشلت لأن ساعد زغلول فشل في الحصول على اعتراف من الدول بإيه فشل في الحصول على اعتراف بالدول باستقلال مصر فانجلتور ما تبعت لجنة منا عشان تاخد ايه موافقة من وراء ظهر ساعد زغلول اللجنة جت واتقابلت مع المصريين ولكن كل المصريين قطعوا اللجنة حتى حزب الوفد عمل مقاطعة للجنة يعني ساعد زغلول كان في باريس بيبعت تعليمات لعبد الرحمن فاهمي السجدات حزب الوفد من هو يعني يستكمل المقاومة ولا ييأس وفعلا عبد الرحمن فاهمي جمع حوالي الصوار وعمل لجان ثورية ومنشورات بتهاجم الانجليز طيب يبقى ندر نقول ان انجلترا قامت بإرسال لجنة منا منا ده وزير استعمار بريطانيا عشان ياخد موافقة من الصين بالحماية ما هي بقى النتائج المتطبع لمجيء لجنة منا اللجنة فشلت حيث قطعها الشعب المصري وطلاب المدارس ورفضوا الاعتراف بها وقالوا لا تفاوض إلا مع ساعد زغلول حتى ممكن نقول مثلا هي ليه لجنة منا فشلت بسبب المقطعة طب ما نتائج لجنة منا عادت إلى أوروبا وهي تدرك أنه لا تفاوض إلا مع ساعد زغلول فهنا قررت انجلترا التفاوض مع ساعد زغلول خاصة أنها واجدت شعب المصري بيرفض الحماية البريطانية المفاوضات بين مصر وانجلترا مرت مرحلتين مرحلة أولى من 1920 إلى 1936 وانتهت بتوقيع معاهدة 1936 مرحلة الثانية من 1946 لغاية 1951 وانتهت بلغاء معاهدة 1936 أول مفاوضاتها التم هي مفاوضات ساعد ميرنر وانه مفاوضات دي فشأت لأن انجلترا تريد إعطاء مصر استقلال داخلي سوري انتهت بمسؤولة عن أجانب والأقليات في نصف واستقلال خليجي شكلي أن مصر ممنوعة من عمل أي معادات مع أي دولة فطبعا ساعد زغلول رفض ذلك فانجلترا وجدت أنه مفيش فائدة من ساعد زغلول فقامت بنافيه إلى يزيرة سيشل وأعلنت من جانبها من طرف واحد تصليح 28 فورا بإذن الله أبنائي بناتي وصنع بكم كده إلى نهاية حلقة اليوم في شرح مادة تاريخ ووقفنا عندي تصليح 28 فبراير بإذن الله هنستكمل معكم في الحلقة القادمة شرح تصليح 28 فبراير والنتائج المتتبعات تصليح وإلى أن يأتي هذا الموعد أتمنى لكم كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح كان معكم محمود عطية وكان معكم مهندس الصوت محمد عبر عوف مع تحيات المشرف محمود سنين